السلام عليكم اخوتي اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات للا فاطي مالي وما ان شاء الله فيديو جديد نحضر معكم ان شاء الله وصفة اللي سهلة وسريعة وكذلك بمكونات اللي بساطة اقتصادية بنسبة الوصفة دي اليوم فغنحضرها ان شاء الله بدون حليب ولا زفدة غير بالماء وكذلك بحجوجي الملاعق ذي الزيت صراحة بنسبة لهذا الوصفة كما قلت لكم كتجيزوين بزاف وضغية كتجيزوين توجد وينقو لما بدون الفيديو كما العادة منساش تدعموني برايك ليكم ان شاء الله نجيب لكم وصفات ليكونوا اجداد وحصريا كذلك تقول مراكا تشوفوني فمنساش تشاركو في القناة تفعلو زراس بشاي من توصلو بجديد لي ونضعب لما انطول عليكم مخليكم مع المقادير وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله بالنسبة المكونات فغنحضج هنا اياه 5 ديين كووس ديين اللي عمبه ديال دقيق اللي هي 500 غرام وكذلك غنضيف ملعقة صغيرة من الملح بالنسبة للملح كدبقى على حسب الضوء كنحاولوك ينضيفوه شوية دي الملح وغنضيف كذلك السكر غنضيف 4 دي الملاعق كبار دي السكر بالنسبة لحلوانتو ما كتحكمو فيها بغيتو قللو شي شوية قلو مش مشكلة لكن صراحة 4 دي المعالق كيجيوهو مهدوك هني غنضيف ايضا ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية اللي هي خميرة الخبز لك الجوباري جدا حاولوك كيضيفو ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية بشكية ضغية كيتحضر معاكم العجين هني ايضا غنحتاج ملعقة كبيرة من الخل يمكن لكم تستعملو سواء الخل الابيض او الخل العادي اللي سوفر عندكم كديروه هني ارلحتو معايا فغنضيف ايضا ملعقة كبيرة من جنجلان بالنسبة لها الجنجلان هدا فعندي محمر ايضا غنضيف ملعقة كبيرة من نفع وغنضيف معلقة غير ممتلئة ملعقة كبيرة غير ممتلئة من حب الحلاوة بشكية كنحصلو على العجينة من السم ما بغيتوا كيية اتطحنوهم طحنوهم بش ميجيوكمش باينين او لا اكتفيوا بكيس واحد من الفاني اللي بغيتوا ديروه ديروه اهنا يا غنضيف ايضا جوجي الملعق كبار دي الزيت نباتية وغنضيف بيضة واحدة لاحظوا معايا هنا كنحاولها كيية نعجل الخالد ديالي غير شوية بشوية في اللول كنحاولها كيية نضيف الماء في الواسط على الخاميرة بشكي اذك الخاميرة دغية كالدوبلينة وعدك ساعات كننخدم الخالد ديالي مزيان وكنضيف الكمية ديالي الماء كاملة بالنسبة لهذا الوصفة هادي فالعجينة ديالي مخصاش تكونك كيية واحد عجينة اللي قاس حخصة تكونك كيية العجينة ديالي ارتطبع بالنسبة للماء فاحتاجيت هنا يا كاس ونص ديال الماء المدا فيه ولكن تقول انتم تقدروا تدخلوا قل مني ديال الماء او الاكتر مني حيث صراحة بعض المرات كيكون اختلاف سواء في النوعية ديال الدقيق او الا في الحجم ديال البايد كينا النوعية اللي كتنطس سوائل بزاف وكينا لا تكشع ليش؟ خصكم تردوا البال بشكايا ما تجريوش لخالد ديالكم كسقوا كي يضيفوا في الماء احتى كتوصلوا الوحد عجينة اللي كسكون ارتطبع وكدلتاسق باليد وفي الوص اللحظة عجينة اللي ماشي جارية هنا يرا لحظة معايا كنحاول غير نضيف الماء بالنسبة لهذا العجين هدا فما كيحتاش للدلك بتاعة كنجمعو غير بالاطراف ديال الاصابع بهاتشكل هدا يا ودبا مني كيكون هكايا الجو شوية بارد حولوك كيالماديروهم شوية يكونوا سخونين باش هكايا العجينة ديالكم ضغية كسوجد صراحة بنسبة لهذا الوصفة هدي فكتختامر غير مرة واحدة كنخمروها غير مرة يعني في المرة الثانية ما غنخمروهاش هنا يلاحظوا معايا القمام ديال العجينة كيفاش كيش يكون كيكون اكايا واحد العاجيل اللي ارطيه طبو كيلتسق باليد بهاتشكل هدا يا وبالنسبة للمكين ما قطلكم فالكاس الثاني بقى علي من نون نصف هنا مباشرة كندوز اندهال العجينة ديالي بوح شوية ديال زيت نباسية وكنحاول هكايا نجمعها وغندوز ان شاء الله باش نغطيها بالبلاصيك الغذائي كذلك نغطيها بوح دمين ديل وانخلي احتك تختامر مزيان والضعف الحجم دياله ورجع ان شاء الله وغير كتخمر العجينة ديالي فمباشرة كندوز وكنحيد هالبلاصيك وكنحاول هكايا نخرج من هذا الهواء اللي تكون وكنوضع على السطح العفون على السطح ديال العمل كنحاول وكايا ندهن السطح ديال العمل بوح شوية ديال زيت نباسية باش اكايا العجينة ديالنا ما كتلتسقش فيه ومن بعد كنكووار العجينة ديالي والواحد الكووارات اللي كيكونو متوسطين وكندير لهم هنهي واح شوية ديال الشوكولات بالنسبة للشوكولات كيبقا اختياري وعلى حسب الرغبة ديالكم لكن صراحة بالنسبة لهال القريشلات هادو الوليدات كيعجبهو ما كاييرا كان فيهم الشوكولات كيبغيو ياكلوهم كيعجبوا ما كاييرا الشوكولات اللي كيكون الداخل ما الافضل ديروه ولكن كيما معروف يعني القريشلات العادي البلدية اللي كيددارو بالنفع والزنجلال وحبه الحلوية يعني ما كيكونش فيهم الشوكولات كيما قلتلكم ذاك شي كيبقا اختياري وعلى حسب الرغبة ديالكم ميم هنا يا غانستمر بنفس الطريقة حتى غانكمل الكمية ديال العاجي اللي عندي كاملة نكورها كاملة ومن بعد كنشدك كايا واحد شوية ديال زيت نباسية كنديرو في يدي وكنحاولك كايا نضغط على العجينة نقرسها واحد شوية باش كايا العجينة ديالي ما كتجينيش منفوخة يعني بزاف انا مبغيتش تجي منفوخة بزاف دكش يا لاش كنحاولك كايا انقرسها غير واحد شوية بهات شكل هدايا من بعد مباشرة كنديرها في الطاوة اللي عندي فيها الورق ديال الطاوخ يمكن لكم ديرو غير طاوة عادية دهنوها بوح شوية ديال الزبدة باش كايا ما يلتسقوا لكمش في الطاوة اهنا يا كنحاولك كايا نوضعهم كاملين في الطاوة ونديرك كايا واحد الفارغ ما بيل الحبة والحبة يعني ما نديرهم شو مقاربين باش كايا ما يلسقوش مع بعضياتهم حيط صراحة كينتافخو وخاما كنخمروهم شو المرة التانية كينتافخو وكيجو صراحة زويني لكن عندكم الوقت يمكن لكم تخليوهم يختامروا حتى يضعف الحجم ديالهم ومن بعد طيبوهم بالنسبة للاختيمار كيبقى دكشية لحسب وش عندكم الوقت ولا لا انا هنا يزربت عليهم يعني مباشرة من بعد ما قرصهم كندهنهم بصفار البيض اللي يضفتلو قطارات من الخل ومن بعد غنبردر عليهم الجنجلان وندخلهم الفاران على نار اللي كاسكون متوسطة كنشعولولو من النار غير من اللي تحت وكنخليهم حتى كيتحمرو وكيدهبو ومن بعد كننزلوهم صراحة بالنسبة للقريش لا تهدو فكيجي ورائعين جدا كيجي ولدادين بزاف وضغية ضغية كيوجدو لضحتوا معايا خمرناهم غير مرة واحدة يعني ضغية كيوجدو اهنا اللي لضحتوا معايا كندردر عليهم الجنجلان كاملين يمكن لكم دردر عليهم حتى جنجلان بيضة وصراحة كيجي زوين اهنايا كيكون هذا وش كلية لهم بعد ما طعبوا وتحمروا لاحظوا معايا كيفاش كيجي وكيجي ورطبين كيجي وخفافين وقطنيين هنايا كنوركلكم عفوان عليهم لاحظوا معايا كيفاش كيجي ورطبين بسم الله على بركتي الله هنايا نحلم معاكم شوفوا معايا كيفاش كيجي وحشاشين صراحة كيجي ورائعين جدا وكيجي وكيجي وكي عامرين بشكلات كنتمنى ان شاء الله جربوا من الاعجاب ديلكم انا اكيد ان شاء الله جربتوهم فغيعجبوكم بزاف لحقاش فعلا كيستحقوا جريبة ويضم قليلا نودعكم مع السلامة لقاو فيديو اخر